لا يزال الجدل حول دور المنظمات الدولية في اليمن مستمرا فاتحا معه استفهامات كثيرة فلماذا تتواجد هذه المنظمات في مناطق الانقلاب ولا تفتح مكاتب لها في مناطق الشرعية وكيف تستمر في العمل بصنعاء رغم تعرض حياة العاملين فيها للخطر وقياداتها للمنع أسئلة لم يعد ينتظر إجاباتها العاملون في المجال الحقوقي فقط بل أيضا الحكومة المعترف بها إقليميا ودوليا وزارة حقوق الإنسان دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لنقل مكتبها من صنعاء إلى عدن وتعهدت الوزارة في بيان لها بتوفير بيئة للمراقبة والرصد لمدير مكتب المفوضية العبيد أحمد العبيد الذي منع مؤخرا من قبل ميليشيا الحوثي من دخول صنعاء تؤكد وقائع متعددة وجود مخاطر تهدد العاملين في المنظمات الدولية في صنعاء ومع ذلك تستمر تلك المنظمات في ممارسة أنشطتها من صنعاء وهو ما جعل وزارة حقوق الإنسان تصف ذلك التواجد بالخطأ الفادح والإساءة للعمل الإنساني والحقوقي لا توجد بيئة آمنة للعمل في عدن ومناطق الشرعية يدافع مناصر والمنظمات الدولية خصوصا وأن الشرعية لا تمتلك قرارها في العاصمة المواقة لكن الشرعية التي تعهدت بتوفير تلك البيئة الآمنة تساءلت بلسان وزارة حقوق الإنسان عن مبررات بقاء تلك المنظمات في صنعاء متهمة إياها بالفشل في زيارة المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي وعدم النجاح حتى في إيقاف التعذيب ومنع تجنيد الأطفال ترجمة نانسي قنقر